عايز سألك عن المجموعة النهاردة اللي وقعت فيها مع الزمالك والمصري من مصر وهو ايضا انيامبا النجيلي كيف ترى هذه المجموعة في الكونفيدرالية مبسوط ان انا معاكم النهاردة طبعا الجروب اللي احنا فيه جروب صعب جدا ولكن احنا احنا قادرين ان احنا نتخطى ده طبعا فريق زي فريق زي مالك هو لسه خارج من مباراة كانت قوية جدا وكسب فيها فده بشكل واضح انهو ممكن يقلق الجميع او يقلق نحنا شخصيا فاحنا هنحاول ان احنا نلعب على الاخطاء بتاعتهم وطبعا احنا اتفرجنا على الماتش وطبعا الموضوع ان هي مدارس مختلفة احنا بنلعب بطريقة والفرق المصرية بتلعب بطريقة تانية طبعا الفرق المصرية متعودة دايما انها تلعب في مباراة افريقية دايما وهي اضرب باللعب الافريقي ولكن طبعا ما اقدرش اقول ان هي مجموعة سهلة ولكن برضو احنا هنحاول ان احنا نزبط نفسينا ان احنا تعيبنا عشان نوصل للمكان ده تعيبنا ان احنا نخش البطولة ده ولعبنا مباراة كتير منها مباراة تعدلنا فيها مباراة احنا كسبنا فيها احنا برضو بنختار اللعيبة المناسبة اللي هي ممكن تنزل الملعب تقدي بشكل كويس وتشرف اسم الفريق الموضوع مش سهل زي ما الناس كلها متوخيلة ولكن خلينا نشوف اللي ممكن يحصل واتمنى المكسب للفريق بتاعي طبعا اه طبعا اتمنى المكسب ولكن طبعا فيه فرق كبير فيه فرق كبير في اللعب مع اللعيبة فيه فرق كبير في السرعة فيه فرق كبير في حتى في طريقة اللعب نفسه والمنافسة فطبعا انا اقدر اقولك ان الموضوع صعب جدا علينا واحنا يعني مش مبسوطين بالمجموعة مش مبسوطين قلتني فرقت على مباراة الاهلي والزمالك في السوبر الافريقي لاحظت ايه من نادي الزمالك شفت افضل لعبيهم امكانيات الفريق شفت الزمالك ازاي في المباراة دي طبعا انا هو فريق كبير وطبعا مش بس زمالك هم كانوا اكبر فريقين في مصر انا يمكن متابعهم هم الاتنين سواء الاهلي سواء الزمالك كان ماتش كويس جدا ولكن الزمالك كان يستحق الفوز لان كان بيحاول اكتر في الشوت التاني ولكن في الاخر برضو خليني ان اقولك ان ضربات الجزاء هي دي هي ما اسمها ضربات الحظ فهي كانت بالنسبة لي برضو ان الزمالك مكملش الماتش شوت اول او شوت تاني هو كسب الحظ او ضربات الحظ فده بالنسبة لي ما يقلقنيش كتير لان في الاوف الاخر حتى لو انا وصلت في يوم الايام لضربات الجزاء بالنسبة لي خسرت او كسبت هي حظ ما بتبقاش حد يعني متضرب عليها كتير زي ما الواحد بيقدي في الملعب وزي ما الواحد بيبقى قوي بها الملعب ووقت الماتش ولكن طبعا الزمالك عنده تشكيلة كويسة مش هنكر ده ولكن برضو بالنسبة لي انا شايف ان فريقي يعني فريق قوي ويقدر ان هو يتعدى ده وميتها يقلي ان احنا لو وصلنا ضربات الجزاء في يوم الايام مع الزمالك اعتقد ان احنا ممكن نكسب ولكن برضو انا عايز افكارك تاني انها ما اسمهاش ضربات الجزاء بالنسبة لي هي ضربات الحظ ودي بالنسبة للفرق كلها